بس يافيه فيه اعتراض بس بس لما نبدأ الأسئلة يلا يلا وليه مجلس الزمالك دايما يقول لك الانسحاب عشان أضغط طب يعني إيه انسحاب عشان تضغط يعني برضو في مباراة السوبر الإفريقي بعد ما شفناهم كلهم بينادوا للعيبة بعد المباراة تكلم أي حد يقول لك لا دا قلنا بنعمل كده عشان نهدي لعبتنا طب ما احنا شفنا الانسحاب ليه بتكتب بيان انسحاب وليه كل مرة تحل مشاكلك بالانسحاب عندك خطأ اطلع اعلن عن الخطأ زي ما انت قلت في البيان الأخير ان انت هتحاسب المخطئين وهيكون في تحقيق طب ما من الأول نقول كده منظر ما نقول انسحاب انسحاب لمين والتحاد القرى هيتدخل فين او اتحاد القرى أصلا بيتدخل وإحنا في القاهرة عشان يتدخل في موظم اتحاد القرى شاهد ما شافش حاجة ما جايش يعني ما فيش عقوبات ما فيش لايحة نسأل الناس حتى نتواصل معهم طب لو الزمالك ملعبش مين يلعب يقولك اصلا مش عارفين اللايحة بتقول ايه محدش عارف حاجة هناك فليه بتطالب تدخل اتحاد القرى وهم بتدخلش طبعا سألت على الجملة دي مبارح فعلا على السؤال ده مبارح انه لو الزمالك فعلا انسحب وكان قرار واضح فسألت ايه اللي عقوبة او ايه اللي هيحصل فقالوا لي لا مش واضحة في اللايحة لا هي مش موجودة اصلا فيش لايحة اصلا بالمباريات انه لو انتهى الوقت الاصلي في المباريات النص النهائي والتالت والرابع ضربات جزاء على طول المباراة نهائية فقط لو انتهى بالتعادل هيكون اكسترا تايم بعدين كذا لكن الموضوع اذا انسحب فريق او الكلام ده مش موجود اساسا موجود الاعتذار فقط فكنت هتدخل في قصة الاعتذار عن البطولة من اولها الاعتذار عن البطولة من اولها اللي هي الحرمان من المشاركة عمين وغرمى من يوم جنيه ده لو انت اعتذرت من اول البطولة يعني انا توصلت مع احد المسؤولين في بيراموتز النهاردة قال لي مفيش في اللايحة الموضوع ده تماما فقلت له انه مطروح انه ممكن تتعامل قرعة لو وزا مالك انسحب يعني او قال لي مش منطقيا انه الاهل يلعب سيراميكا ويلعبوا تاني في المباراة نهائية يعني يضحك الناس علينا لا هو اكيد اللي كان بيصير اللايحة برضو ما توقعش انه ممكن يحسن انسحاب خلي بالك كريم خلي بالك حتى في لائحة الدوري انت كل سنة بتظهر حاجات جديدة فبتضيفها في اللايحة وكان اخر الحاجات اللي حصلت الموضوع بتاع مباراة سموحة وبرامتز والنور اللي حصل اضافة السنة ده في اللايحة الجديدة فانت كل سنة لايحة عبقرية بالنسبة اللايحة لايحة العقوبات السنة دي لايحة عبقرية نتمنى انها تطبق مفصلة فيها كل حاجة يعني انت وانت نايم في البيت فجردك بتعمل اسقاط انها مش لا 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 دي جميلة جدا لان احنا حتى لو حصل اي حاجة في الملعب نفتح اللايحة نعرف ده عقوبته قد ايه نفصل فيها كل حاجة بكل عقوبة هتتعمل سواء لاعب سواء اداري سواء حد تتطبق ايو ما اقولك لو اتطبقت بالسيستم ده هتبقى حاجة عبقرية صراحة السنتي ان شاء الله